إلى الضفة الغربية حيث أعلن الجيش الإسرائيلي قتله أربعة مسلحين فلسطينيين في غارة على بلدة عزون شرق قلقيليا بينما أصيب جنديون إسرائيلي وفي جنين اندلعت مواجهات بعد اقتحام قوات إسرائيلية المدينة ومخيمها وأضافت مصادر فلسطينية أن طائرات استطلاع حلقت خلال اقتحام القوات التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة وشرعت بحملة دهم لمنازل عدة من رمالة ينضم إلينا مراسلنا فراس لطفي ومعه مزيد من التفاصيل حول استمرار مستوى هذه الاعتداءات على عدد من المخيمات نستعرض أبرزها معك لربما أبرزها ما جرى في عزون شرق مدينة قلقيليا عندما اقتحم الجيش الإسرائيلي هذه البلدة وقام بمحاصرة أحد المنازل اشتبك مع مجموعة من المسلحين الفلسطينيين هناك حسب بيان الجيش الإسرائيلي قال بأنه تعرض لإطلاق نار القوة تعرضت لإطلاق نار وتعرضت لإلقاء عبوات الناس فأدى هذا الاشتباك إلى إصابة ضابط احتياط إسرائيلي ومقتل ثلاثة شبان فلسطينيين داخل هذه البناية إلى جانب محاولة اشتباك مع رابع بمسدس قام بإطلاق النار على القوة المقتحمة لهذه المنطقة وردت عليه القوات الإسرائيلية بإطلاق النار وردته قتيلا هذا الذي جرى يقول الجيش الإسرائيلي بأنه استكمالا لعمليات عسكرية مستمرة في أضفة الغربية للوصول إلى المسلحين الفلسطينيين من الواضح بأن هناك معلومات استخباراتية جاءت للجيش الإسرائيلي الذي اقتحم هذه البلدة بقوات كبيرة لوجود مسلحين في أحد البنايات الذين اشتبك معهم الجيش قال بأنه صادر ثلاثة قطع أسلحة من نوع كارلو والمسدس الذي أطلقت النار منه من هذا الشاب الذي حاول في محيط البناية إبعاد القوة العسكرية الإسرائيلية المقتحمة مداهمات لعدد كبير من المنازل أجراها وقام بها الجيش الإسرائيلي وكان هناك أيضا عدة اقتحامات للجيش الإسرائيلي فجر هذا اليوم في مخيم الجلازون القريب من رامالله كان هناك اقتحام أدى إلى اعتقال سيدة فلسطينية واقتحام في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس واعتقال شاب هناك الجيش الإسرائيلي يقول بأنه في بيان له أنه اعتقل سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية والأغوار لكن الجانب الفلسطيني وهي أتشؤون الأسرة والمحرارين تتحدث عن 26 فلسطينيا تم اعتقالهم من مدن مختلفة من الضفة الغربية بينهم سيدتين شكرا فراس لطفي مرسلنا من رامالله